مرحبا بكم في موجز الأخبار من حوالي 61 فردا لم يغادروا منازلهم متعهدا بتوفير عون غزائي عاجل ومياه وخدمات صحية قال المبعوث الأمريكي الخاصة إلى سودان تومبيرلو قال إن السودان يمكن أن يصبح أكبر أزمة جعي في العالم ومن الضروري إيصال المساعدات الغزائية والإنسانية إلى المدنيين وكذلك اللاجئين السودانيين في تشاد وأضاف تابعونا للحصول على أفكار من رحلة الأخيرة إلى جهد لقاء اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر قال إن نشاط التعدين يشهد توسعا مستمرا داعينا العاملين لبذل مزيد من الجهود لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار وعبر خلال حديثه في إفطار نظمة الشركة بمرسودان عن رضائه تام عن آداء العاملين بالشركة وذلك في تلك الفترة الحساسة التي تشهدها البلاد أصدر رؤساء حزب الأم القومي في 13 ولاية بيان أن رفضوا عبره ما اعتبروا إنحياز الحزب للميليشيا وقالوا لقد ظلنا نتابع موقف قيادة الحزب تجاه الحرب وتضح لنا دعمها الواضح للدعم السريع وهو بلا شك موقف مخزن لا يشبه الحزب وتأريخه ومصادم لأشواق وتطلعات جماهير الحزب أكد محافظة مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى على أن الحصاد كانت جيدا في المناطق المروية على الرغم من الخصائر التي حدثت جراء اشتياح التمرد لولاية الجزيرة فضلا عن استقرار مستوى المياه ساعد في انتظام الري وناقش وزير المالية جبريل إبراهيم مع محافظ المشروع عمس نقش الاستعدادات الموسم المقبل وإمكانية تسوية الأرض باستخدام تقنية الليزر لتسهيل عمليات الري والحصاد نهايته موجز الأخبار قدمناه لكم عبر منصة سوداني 24 إلى اللقاء